موسيقى يا ابونا أنا تعرفت على شاب معايا في الكلية أبونا وارتبطنا وأنا في قولة جامعة وعرفت أهلي وهو عرف أهله بس أجلنا أي ارتباط رسمي لبعض التخرج وبقينا نتكلم في حدود الزمالة وقربنا من بعض جدا هو أكبر من الدراسين بسنة وبشتغل شغلانة كويسة لكنه عاد سنة وبقى أدي في الدراسة قبلها أهلي قالوا إن لو صقت في الكلية سنة إحنا مش هنكمل ولا تتكلموا أنت تاني وهو لما صقت سنة خفت أقول لهم وقلت أنه نجح وهو لما بيكلمهم بيتكلم على أساس إنه في سنة ربعة وإن دي آخر سنة وهيتخرج هم مستنين يتخرج السنة دي عشان يجي تقدم لي أنا مش عايز أقول لهم الحقيقة واطلع كدابة قدامهم كده مش هيسقوا فيه تاني وممكن يرفضوه لأننا كدبنا عليهم وفي نفس الوقت أهله عاملين حسابهم إنه لما ينجح السنة دي هيجوا يتقدموا ونبقى مخطوبين في آخر سنة لنا في الكلية وأنا مش عارفة أعمل إيه إرشدني يا بونا هم كده كده المشكلة سهلة شوية لأن أهلهم أهلوا بصرف النظر هو تخرج ما تخرجش وعلشان هو بيشتغل كده كده هيجي تقدموا فما تأخروش عن الوقت اللي كانوا حطينه أهلك في دماغهم إنه هيجوا آخر السنة الجاي لكن كذب كذب يا بنت وماذا لو اكتشف أهلك بالصدفة أو بالبحث إنه صئد سنة هيبقى شكلها إيه؟ هيبقى شكلها صعب قوي لا هيثق فيك ولا هيثق فيه أنا في رأيي تطلع النتيجة بتاعت السنة دي وأهلهم يكلموا أهلك ويقولوا إحنا عند وعدنا هو كده كده شغال بس هو صئد سنة وإن شاء الله دمجي مش هتتكرر تاني فإحنا جايين نخطب بنتكم في المعادة اللي إحنا حددناه بس هو في المقابل إنسان بيشتغل ويمكن عشان بيشتغل معه إنه بيدرس دي أثرت شوية على دراسته وهو كمان يشد حيله ومعملهاش تاني عشان التجربة ما تبقاش تجربة أكبر من كده ربنا يديك نعمة بس زي ما بيقولوا أهل العالم الكذب ملوش رجلين وساعتها هتبقى المشكلة أكبر في قدان ثقة إحنا نقول واللي يريده ربنا هيكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر